سارعت وزارة الإسكان اليوم إلى تسليم شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع المدينة الشمالية على المواطنين المستحقين تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشروع المدينة الشمالية يقع على مساحة إجمالية تزيد على سبعمائة هكتار وبعدد مساكن قد تصل تاقتها الاستيعابية إلى تسعين ألف مرسمة بات مقياس المسافة قريبا جدا نحو الوصول لامتلاك وحدة سكنية لطالما حاكت تحقيق تلك الطموحات التي تسكن الراغبين في امتلاكها من المواطنين الذين هاودوا الزمان لانتظار قدوم مثل هذا اليوم الذي من الصعب نسيانه ما ينوف على ثلاثة آلاف وحدة سكنية يجري تنفيذها ترجمة لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومشروع المدينة الشمالية الذي تبلغ مساحته أكثر من سبعمائة هكتار يأتي كأحد هذه المشاريع الإسكانية الأخرى التي قريبا سترى النور باعتباره أحد أبرز وأكبر المشاريع الاستراتيجية التي تقوم وزارة الإسكان ببنائها في الوقت الحالي بطاقة استعابية تبلغ ما يزيد على تسعين ألف نسمة إلى حين اكتمالها من خلال هذا البرنامج سيتم توزيع سبع مشاريع إسكانية أحد هذه المشاريع الإسكانية الرئيسية التي سيتم توزيعها هو الدفع الثاني من مشروع المدينة الشمالية مشروع المدينة الشمالية يعتبر أحد أكبر المشاريع الإسكانية التي تعتمد عليها تتعول عليها وزارة الإسكان في تلبية الآلاف من الطلبات الإسكانية وحلحلة الملف الإسكاني تسليم شهادات استحقاق وحدات المرحلة الثانية من مشروع المدينة الشمالية على المواطنين المستعقين ما هي إلا خطوة واثقة تسير بوجهتها نحو الرابع والعشرين من الشهر الجاري لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة وعلى دفعات متتالية بالشكل الذي يسهم في تغطية نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية الأمر الذي يؤدي إلى تقليص آلاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وخض معدلها خطط منهجة سارعت نحو تنفيذها الحكومة لتجد ذلك الحجم الكبير من الاستحسان عند المستفيدين من تبعاتها الإيجابية المثمرة فرحان أكيد ونتمنى مع الأيام الكل يتنفى الطلبة وأشكر الوزارة من صغيرهم لكبيرهم طبعا فرحانة وايد بالحصول على الوحدة السكنية وفرحتي طبعا ما توصف فرحان يعني وأتمنى يعني دوم يعني وأشكر القيادة الرشيدة على هذا العطاء أشكر الحكومة البحرينية على هذا المجهود وهذا المشروع وأشكر القائمين على هذا فعلا ومقصرة وجزهم الله ألف خير والشكر والتهنئة لكل من اجتهد والتهنئة لكل اللي حصلوا إيانا في دفعتنا استانسنا واجد والعائلة والأولاد يعني فرحة والكدنا فرحانين ومستانسين صراحة مستانسة مو مصدقة يعني الخبر بيت العمر مثل ما نقول الحمد لله يعني الكثير يعني شكر للدولة والخائمين على الوضع هاي كامل اللي صار ما قصرت وصراحة الحمد لله وأنا من الناس اللي كنت موكل على الله وكنت ما أتابع حتى يعني وزارة السكن قامت بالشغل كامل مبادرة طيبة وإحنا فرحين بهذا الشيء مستانسة واجد خاصة من اتصلوا فينا أمس فرحتنا كبيرة جدا والحمد لله رب العالمين نشكر الحكومة ونشكر على وزارة السكن وما قصروا مدينة تم اختيار موقعها بعناية فائقة لتمتازها بطول شواطئها وبمساحات خصصة للحدائق العامة نهيك عن مرافق نموذجية من الخدمات الصحية والتعليمية والدينية والرياضية وصولا إلى خدمات متطورة من المواصلات والطرق وبنية تحتية تقدم للناظر أعلى معايير البيئات السكنية اللائقة وحدات سكنية وجدت طريقها نحو من يستحقها من أصحاب الطلبات من المواطنين الذين ما بخلوا في إظهار تلك السعادة التي لامست قلوبهم لتغمرها بشعور السكينة لاقتناء بيت العمر لتلفزيون البחיים محمد الشدات